اشتركوا في القناة 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 فانت معناه انه تريد تربط مع ملف جاوا سكريبت ممكن بعده تكتب src بمعنى مصدر الملف وتفتح علامات اختباس بهذا الشكل تخلي يساوي علامة اختباس وتخلي ممكن المسار اللي هو مثل يكون main.js اللي احنا حتى تعرف عليه او تخلي الرابط معين يعني يكون رابط بس هذا الرابط يشير الى ملف عبارة عن جاوا سكريبت فانت رح تحمل الملف مباشرة هذي اكثر يعني تشوفه يعني تنزل مكتبه مع عينة وتساخد مكتبه مع عينة رح يتخلي الرابط مع الملف مع الجاوا سكريبت اللي يحتاجوها مهم يعني فان هنا بما انه الملف موجود عندي فاكتب main.js وانتهى الموضع لو اجر عليها يعني يفهم انه عبارة عن مسار وممكن نسوي control واضغط عليها واضغط على link رح يفتح لي الملف فاذا هو موجود عندي بعدها نغلق العلامة ونكتب src ونستوي حفظ شوفون ربطناها بكل بساطة عن طريق هذا السطر فحاليا الهتاميل او عفوا ان هذه صفحة الجاوا سكريبت او ملف جاوا سكريبت ربطناها مع الهتاميل هذا الطريقة الولى ممكن بعض الاشخاص ياخذون هذا السطر ويخلوه بنهاية البودي يعني هنا انت تكتب هتاميل واخر شي رح يتنفذ الجاوا سكريبت او يعني يتحمل وتنفذ هذه ايضا لها سباب معينة رح نتكلم عنها لاحقا بس ايضا ننتخليها بالهد بهذا الشكل فسنسوي حفظها ونروح للجاوا سكريبت هس نبدأ نكتب او الشي الكود فاو الشي هاليوم الاساسيات بسيطة رح نتعلمها انه كيف نطبع نص معين او نطبع المخرجات او يعني نطبعها بالكونسل تكون بالمتصفح يعني بس نصوص بسيطة نطبعها ونشوف النتيجة مالها فحتى نطبع نص معين او نسوي يعني نطبع المخرجات او برنت يعني مثلا نكتب كونسل بهذا الشكل دوت في نقطة حتى نوصل لشي اسمه لوج لوج بهذا الشكل ونلاحظ نكتب عليها او فد يعني دالة معينة تأدي فد وظيفة معينة اللي هي تطبع نص معين بالمتصفح بس ما رح يكون ظاهر يعني بهذا الشكل رح نفتح عن طريق ادوات المطورين اللي عن طريق الانرسبيبت فهذا اللوج لو نشوف عليه مكتوب فبالجاوا سكريبت الميثود او يعني الفنكشن هاي رح نفهمها لاحقا من تستدعيها او تريد يعني تنفذها لازم تفتح قوسين بهذا الشكل فاذا تكتب قوس واحدة واصلا رح يكملك يها فاحنا هنا استدعيناها هنا مكتوب انه انت تكتب او تمرر فد داتا معينة او نص معين اي شيء ومن اي نوع يعني يعادي ممكن يكون رقم اي شيء مثلا او تكتب رقم ممكن يكون نص معين على شكل علامات اقتباس فاذا حالد نطبع مثلا كلمة هلو وورد بهذا الشكل وخلي علامة التعجب وبعد ورا ما نخلص السطر نخلي السامي كولون اللي هي نغلق السطر هذا او يعني بالتحديد هذا الكود اللي احنا كتبنا اللي هي هذا موجوده بحر الكاف بالكيبورد باللغة العربية فهذا الشكل فمن تحول انجليزي رح تكون على شكل فاصل ومنقوطة ونسوي حفظ هذا السطر مباشرة اول ما رح يعني تظهر هذه الصفحة مباشرة رح يتنفذ هذا الكود فلو نرجع على الصفحة منها نسوي رفلش ماكو اي شيء لانه مثل ما ذكرت هذي الكود هو يطبعها فقط بالمتصفح باللي هو الانسبكت نسوي كلك يمين ونروح على شيء اسمه الكونسول فتلعنا انها كتبنا كونسول نقصد بيها بمكان الكونسول ونطبع لسانه معين فاتشوفون طبعلك هلو وولد وهذا علامة التعجب ممكن اكررها اكثر مرة كتبنا هتوم ونسوي حفظ شوفون كل ما سوي رفلش تظهر لي يطبع لي اول مرة وهذه ثاني مرة ممكن انت عندك علامة الكلير هذا يتنظف الكونسول سير رفلش فنرجعت ونلاحظ انه هو مكتوب الملف اللي يتنفذ من عنده هذا السطر اللي هو المين.js اللي كتبنا ونقطتين واحد يقصد بيها السطر الاول فعلا هذا السطر الاول وهذا السطر الثاني وهذا النص طبعلك يعمل السطر الثاني من هذا الملف اللي هو اسمه فهي بكل بساطة شلون انت تستدعي فتدالة معينة باستخدام الجافا سكريبت اللي هي ابسط شيء اللي هي اللي هي بس مجرد تطبع رسالة معينة وكيد ان شاء الله بالبديلات القادمة نتعلم عن المتغيرات وغيرها فتشوفون هاي بكل بساطة سوينا ملف الجافا سكريبت ونفذنا هذا السطر وهذا السطر وتعلمنا انه بالجافا سكريبت حتى تغلق اي كود معين ضروري يتخلي الفاصلة المنقوطة لانه سأله هذا عاصم مثال الفاصلة لغيتها وبعد اكتبت مرة ثانية واستدعيت الدالة هذي اللي يسمى شوفون ظهر خطأ عليها حتى الفجر سيتك كود تعرف على هذا الخطأ نضغط عليها شوفون عندك انها بالبروبلمز عندك مشكلة لانه احنا استدعينا هذي اللوغ بس ما اغلقناها بهذا الشكل بعلامة الفاصلة المنقوطة فايشي بعدها حاليا راح يتعامل عادي طبيعي الموضوع ممكن تخليه بساطر ثاني بس اذا تلغي الفاصلة من قطوة تكتب كود لا راح يسعى عندك مشكلة فانت حتى تتجنب المشاكل فاخليها يعني ما راح تخسر اي شيء ممكن تتركيب هذا الشكل عادي لانه انت ما عندك شيء بعدها يعني داخل هذا السطر اللي هو سطر واحد لكن اذا كتبت كود باعث بنفس السطر راح يسعى عندك مشكلة فانت خلي فاصل من قطوة حتى تتجنب المشاكل وانت ما راح تكتب اصلا على سطر واحد تكتب مثلا ويترجع مرة ثانية تخليه بهذا الشكل ما راح تشوف هذا الشيء انت اصلا بس يعني هاي حبيت يعني للمعلومة فقط يعني فالهنا اتمنى يعني تكون يعني تعرفتوا على شيء بسيطة بالجافا سكريبت لانه مارد بعد يعني طويل وقت الفيديو لانه وكفيديوهات مخصصة عن كل المواضيع المهمة اللي يتعلق بهذا اللغة فالهنا اشكركوا مع مشاهدة ان شاء الله تكونوا سمتعتوا بالدرس واذاعدكم اي استفسار او نقطة ما فاهمتوها ممكن ترسلوني واخر شيء بس مجرد حبيت انه اوضح انه هذا السكريبت او الكود اللي كتبناه قبل شوية ممكن يعني تخلي داخل الاشتماع فقط يعني مدون ما يكون عندك ملف مفصل فمثلا هذي تمسحها وتنزل ال body وتكتب سكريبت سلاش سكريبت وانت هنا تنزل يعني بين هذي التاقات تكتب الكود مع الجافا سكريبت مع تكب هذا الشكل ايضا بطريقة فعال ما بها اي مشكلة فنسوي حفظ شوفون طبعا لك ايها بدون اي مشاكل فاكو اشخاص يستخدمون هذي الطريقة انا صراحة ما فضل استخدمها لانه انت هنا تخلط بين الاشتاميل مع الجافا سكريبت فاحنا ما اردنا نسوي هذا الشي نحاول انه كل ملف يكون لغة يعني اللغة الخاصة بي موجودة اللي اذا اضطريت يعني ممكن تسويها بهذا الشكل فافضل انه احنا نربطها بشكل صفحات يعني هذا كله اشتاميل وهذا فقط للجافا سكريبت افضل فايلو هنا شكرا مع المشاهدة مع السلامة شكرا مع المشاهدة